الحقيقة النهاردة في حلقتنا معنا حلقة كالعادة مميزة طبعا يوم الخميس دايما بنتكلم على ملفات كثيرة جدا بتخص الكرة العالمية هيكون لنا كلام كتير عن الدوريات يمكن يوم الاتنين ما لحقناش نتكلم عليها زي الدوري الألماني والدوري الإيطالي هنتكلم عليهم بالتفصيل التلت دوريات يمكن مشتعلة بشكل كبير جدا و هنتكلم مع طبعا النقد الرياضي أحمد مجد اللي هشرفنا النهاردة في المحترب زي ما بقول لحضراتكو يعني خلينا الأول نقول يمكن أخبار سريعة النهاردة و زي ما بقول لحضراتكو ملفاتنا كثيرة جدا جدا نهاردة نتعرف عليها من خلال المحترف لكن خلونا يعني نتكلم كمان عن نادينا العظيم النادي الأهلي النادي الأهلي و كان الظهور الأول للفريق مبارح في مباراة مباراة و الدية أمام بيت روجيت و انتهت بفوز النادي الأهلي خمسة واحد الحقيقة الفوز كل النادي تتكلم اه مباراة و الدية لكن الفوز كان مهم على النواحي المعنوية كمان على ان احنا بنتطمن على الفريق في الشكل الفني مع المدير الفني الجديد مارسل كولر و يمكن الناس كانت متطبعة هذه المباراة يمكن اللي عجبني كمان ان كولر المفروض كنا هنزيع بصراحة القناة النادي الأهلي كان دايما سباة انها يعني تكون موجودة و بتتابع فرقيتها بشكل كبير لكن كولر قال ان احنا خلينا مركزين نقفل على ولادنا شوية المباراة كانت مباراة خلال استعدادات طبعا النادي الأهلي للمباراة المرتقبة مع فريق اتحاد المينستري التونسي وهي كمان مباراة مهمة جدا 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 لكن مباراة بيتروجيت شوفنا الحمد لله تطمننا على لعيبة شوفنا اللعيبة الجديدة و تطمننا عليهم زي طبعا شادي حسيني اللي احرز هدف جميل كمان كان مهم جدا نتطمن على الحالة الفنية لبعض اللعيبة اللي رجع من الإصابات يعني على سبيل المثال كمان اكرم توفيق رجع وشارك في المباراة زي ما بقول لحضراتكو عمر السلي على سبيل المثال كمان اتطمن عليه من خلال هذه المباراة والحقيقة كمان ما ننساش مشاركة كهرباء اللي طبعا بيسعى الجهاز الفني لتجهيزه زي بقيد زميله في الفريق للفترة اللي جاية اكيد زي ما بقول لحضراتكو يعني النادي الأهلي بيستعد بشكل اكتر من رائع من خلال التدريبات من خلال اليوم الكامل اللي يمكن كان مهم جدا في هذه الفترة ان كل الفرقة بتقضي اليوم كامل على مستوى التدريب على مستوى المحاضرات كان مباراة ديما امام بتروجيت استعداد المباراة مهمة في طبعا استهالة مشوار المشوار الافريق المهم جدا والفريق التونسي الحقيقة فريق محترم فريق يمكن طلع في المركز التاني يمكن بفرق نقطتين بس عن التراج فيها الدوري التونسي وبالتالي الاستعدادات على قدم الوساق وكلنا ان شاء الله بندعم الفريق بندعم كل الصفقات اللي انضمت للنادي الأهلي خلاص الترس بدأ يتحرك زي ما بقول لحضراتكو كولر بيقوم لغاية الوقت بأداء أكتر من رائع على المستوى البدني على المستوى البدني ده مهم جدا انك تخش المباراة وانت عندك قدرة بدنية كويسة لان العامل البدني الحقيقة هو الأساس اللي بيبني عليه العوامل الفنية كلها فان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا وان شاء الله بإذن الله يكون موسم رائع للنادي الأهلي ويرجع لعادته في حصد البطولات والانتصارات ترجمة نانسي قنقر